بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندنا اليوم إن شاء الله أول درس من درس اللغة الإنجليزية للصفة السادس الإعدادي طبعا بداية إحنا بهذه فيديوهاتنا إن شاء الله راح نأخذ فقط القواعد بالنسبة للمفردات أنا نشرت لكم الملزمة اللي هي تحتوي على المفردات المهمة جدا ومثل ما قلت لكم راح نمتحن بيها كل يوم إن شاء الله خمس كلمات وراح إن شاء الله نضاعف هاي المفردات إلى أن تصير عدكم مفردات قوية بالنسبة للقواعد إن شاء الله راح أشرح لكم ياها اليوم وأبدي بأول درس إن شاء الله تكون الدرس ببسيطة وأنا طبعا بداية أحب أقول لكم فرد ملاحظة أنه أنا بطريقة تدريسة أبسط المادة ما أنطيك ملاحظات أضافية أريد أفهم لك المادة بطريقة مبسطة أخليك يعني تفتهمها ولا أشرح أشياء يعني أصلا ما تجيب الامتحان أشرح لك الشيء المهم اللي راح يجيب الامتحان واضح وفهم لك المادة هاي كما نهج أما إذا أنت تتعلم لغة إنجليزية فهي واحد نبدي أول درس عدنا بصفحة خمسة اللي هو موضوع أدوات الرابط طبعا موضوع أدوات الرابط كلكم أنتوا داخلت الدروس اللي القليلين اللي هو عند عندنا عند و وين وعدنا ويل واس طبعا كلكم تعرفون أنه أنه بعد عند ويل وين ماضي بسيط اللي قبلها شنو اللي قبلها ماضي مستمر أما الوال والاس عكسها اللي بعدها ماضي ومستمر اللي قبله ماضي بسيط طبعا أكون ملاحظات هواية المدرسين ينطون إذا كانت الاندويل خلي يكون ببارك ملاحظة الاندويل وين الاندويل وين بعدها ماذا بسيط دائما الوال والاس دائما بعدها ماذا مستمر إذا أجت الاند والوين أو الوال والاس في بداية الجملة اللي بعدها راح يبقى ماذا بسيط لكن إيها الجملة اللي موقعها هنا راح أصير بعد جملة الماضي البسيط هاي الجملة راح تنتقل وين الصير الصير هنا هذا فقط الاختلاف اللي راح يصير زين الاختلاف يخربطون بين يقل لك اندويل وين شو نعرف انه بعدها ماذا بسيط شو نعرف علمك على طريقة ما تنساهن أبد راح أسلك سؤال اندويل ويلو از ياه النفردات البسيطة باللفظ اندويل لو وال والاس ياه الأصعب الصعب الوال والاس شوف اندويل بسيطة باللفظ بعدها ماذا بسيط بسيطة باللفظ بعدها ماذا بسيط شوف بهاي الطريقة الترهيمية راح ما تنساه شوف اند بسيطة باللفظ وراها ماذي بسيط وين بسيطة باللفظ بعدها شنو ماذي بسيط جيد المشكلة مو بذني المشكلة اكثر طلاب يعرفون ذني لكن المشكلة انه اكثر طلاب ما تعرف شنه الماضي البسيط اصلا وشنه الماضي المستمر فراح اشرح لكم شنه هو الماضي البسيط وشنه هو الماضي المستمر الماضي البسيط الماضي البسيط القاعدة مالته بالعربي فاعل زاد فعل ماضي زادا فعل ماضي زادا تكله شنو الفعل الماضي الفعل الماضي هو الفعل اللي نضيف لأيدي أو فعل شار يعني مثلا نطيق جملة أقول لك I I clean I clean I clean I clean I clean هاي جملة قلت لك سوليها ماذا بسيط راح تقول I I clean I cleaned My room آي حصارت ماذا بسيط بالنسبة للقاعدة إذا كانت نفي راح أصيب قاعدة فعل زادا دي زاد نات زاد فعل مجرد زادا تكمله زادا تكمله يعني هاي جملة راح أصير I did not أو did not clean مو clean زربا لك I did not clean I did not clean my room أصبحت الجملة ماذا بسيط في حالة النفي هاي بالنسبة لحالة النفي بقى شلون تعرف أنه الجملة ماذا بسيط تلقى نات قبل العفوشون تعرف أنه في ماذا بسيط تلقى راح تلقى نات قبل الفعل قبل الفعل الموجود بالنسبة لزمن الماضي المستمر زمن الماضي الماضي المستمر الماضي المستمر الماضي المستمر القاعدة فاعل فاعل زادا يأما ووز أو ور زادا فعل يحتوي على الING زاد تكمله زادا تكمله فاعل زادا غوز أو ور زادا فعل يحتوي على الING زادا تكمله أنطيك جملة نسنا الجملة اللي أخبناها قبل شوية i i clean my room i clean my room قلت لك هاي جملة تسوي لياها في زمن الماضي المستمر تمشي على القاعدة نزل الفاعل شنو الفاعل اللي عدنا احنا ال-i النزلة هذا ال-i نزلنا نخلي فعل المساعدة اللي هو ال-was ال-clean نضيف لها ing هاي ضفنا لها ال-ing وتنزل تكبلها مثل ما هي واضح بالنسبة بالنسبة اذا كانت اذا كانت الحالة نفي في حالة نفي في حالة النفي راح اصير القاعدة حالة النفي راح اصير القاعدة فاعل فاعل زادا واز او وير زادا نات زاد فعل يحتوي على ال-ing زاد تكملة زادا تكملة تكها جملة نفسة هنسوي هنا في طبعا مثل ما اقلت لكم شون تعرف انه في راح تلقى نات ايه هنا فاضح تلقى نات هنا هذا المكان تلقى نات راح اصير i was not i was not cleaning i was not cleaning my room واضح بعد ما افتمت زمن الماضي البسيط وزمن الماضي مستمر راح نحلكم التمارين التي توجد في صفحة خمسة على هذا الموضوع شوف هذا الكتاب شوف النقطة الاولى شوف شعنداني عندي and احنا شقلنا على and and شقلنا عليها بعدها ماضي بسيط قبلها ماضي مستمر ليش لان بسيطة باللفظ زين شوفها يا ring راح اصير ring شوفها هذا الفعل اصبح هذا الفعل شاذ لازم تحفر زين هنا i think راح اصير i was thinking i was زيش لان ماضي مستمر ونحن احسا قبل شوي انتناكم القاعدة ماضي مستمر زين هاي الحالة الثانية شوف ال while وين اجلتك اجلتك بالبداية مثل ما قلت لك ال while صعبة باللفظ صعبة باللفظ اي صعبة باللفظ وراها شنو شنو بعدها ماضي ومستمر ليش لانا صعبة باللفظ نحن اعلمتكم اذا هاي ماضي ومستمر اذا هاي شو راح اصير ال half شو صير صير علي علي راح اصير علي was having علي was having تزل تكمله مثل ما هي طبعا الفارز اتنزلها لا تنسى هاي النوك شو راح اصير فقط نغيفلها اي دي ها واضح ان شاء الله ان شاء الله واضح احنا عندي and اخوان انا بنسبة لي مثل ما اقلت لكم الجملة تجيك and وين اي اي از اي شي شوف هي and وحدها ماضي بسيط والثانية ماضي مستمر ومثل ما علمتك and بعدها ماضي بسيط and وين بعدها ماضي بسيط بسيطات باللفظ بعدها ماضي بسيط ال while ال as صعبات باللفظ بعدها ماضي مستمر يعني اذا اذا انطاك جملة اذا انطاك ال and بالوسط بالنهاية انا على ما علمتك ما عرف ليش المدرسين يتفلسفون ينطيكم لاحظات اذا جلتك بالبداية هي بسيطة وشيغلة كل شو ما يردل حسن عندي ال and ال and بسيطة باللفظ بعدها ماضي بسيط رح اصير found هاي بس وتنزل جونة مثل ما هي ال I clean رح اصير I was I was cleaning قد ضيف ال I واضح I تنزلها ايضا ش عندك هنا عندك وين وين بعدها شنوان بسيط يعني هذا ش رح اصير رح اصير رين شريفة هاي تنزلها مثل ما هي شريفة ش تصير شريفة was not driving لحظة في ال I نزلها ويل بعدها ماضي مستمر رح اصير we were swimming take صير talk ماضي بسيط ليش سوانها ماضي بسيط لان عندنا ال while اللي بعدها مستمر اللي قبلها بسيط she told us to be quiet aswe us بعدها شنوان مستمر قبلها شنوان بسيط ال till رح اصير told تنزل الجملة مثل ما هي البعدها ش رح اصير قلنا مستمر رح اصير we were making ماضي بلها ing واضح my sister my brother and the while while بعدها شنوان مستمر اللي قبلها شنوان بسيط رح تكون هاي جملة بسيط وهاي جملة ماضي ومستمر وهكذا الى تكمل تمرين بسيط وسهل وبالتوفيق ان شاء الله للدروس القادمة تظروا ان شاء الله بالدروس القادمة